المأموم إذا لم يقرأ الفاتح في الصلاة السرية ما حكم صلاته نقول إن كان مع الإمام من أول ركعة ما هو مسبوق فصلاته صحيحة ويسلم مع الإمام ويتحملها عن الإمام إذا كان سهى عنها أما إذا تركها عمداً بطلت صلاته وأما إذا كان في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة في الظهر أو العصر أو الثالثة أو الرابعة أو الثالثة من العشاء فنسيها وهو مسبوق فيجب عليه أن يسجد للسهو فقط يجب عليه أن يسجد للسهو هذا التفصيل إذا كان مسبوق يسجد للسهو إذا كان غير مسبوق ما عليه شيء ويتحملها عنه الإمام